السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يوم سنتكلم عن ورد من الأولاد الذي سنفعلها أو سنقوم بها يوم السبت المقبل سأعيد لأنني أقول بعد المرات والنس لا تعرف ما أقول ربما يوم السبت المقبل يوم السبت نهار السبت يوم السبت سنفعل وردنا جماعة كلنا إن شاء الله لأن بعض الإخوان طلبوا مني أن نقوم بويرد جماعي لرفع علينا هذا المرض بإذن الله للشفاء من كل الأمراض الروحانية للهجوم على الشياطين لبطل الأسحار لشفاء من الأمراض كلها لإزالة العقوسات لتنحية الحسد يوم السبت وسنقرأ صورة البقرة وراء صلاة الصبح مرة وراء صلاة الظهر مرة وراء صلاة العصر مرة وراء صلاة المغرب مرة وراء صلاة العيشاء مرة سأعيد يوم السّبت سنقرأ صورة البقرة جماعة بنية شفاء الروحية والأمراض التي في الجسد أو هذا المرض الذي منتشر في العالم سنقرأ خمس مرات وتطلب الله حاجتك أي شيء كان عندك انتهيت من سورة البقرة ستطلب الله حاجتك ولا تقطع سورة البقرة بكلام حاول أن تتكلم مع العائلة أنهم لا يقطعونك لما تكون تقرأ سورة البقرة كان عندك عذر شرعي إذا كان عندك عذر شرعي فتقرأها في يوما آخر يعني لما تكون متطهر تقرأ سورة البقرة وحدك في نية الجامعة كأنك تقرأه معانا يعني كما قلنا أن سنقرأ بنية محاربة الشياطين بإذن الله وبطل الأسحار والشفاء من الأمراض من جميع الأمراض الأمراض الروحية والأمراض في الجسد وأي مرض الشفاء منه إن شاء الله والشفاء من السحر والعين والحسد وجلب الرزق سنقرأه جماعة يوم السبت إن شاء الله ومن لديه عذر شرعي يقرأه في يوما آخر هذا كل شيء أتمنى أن تشاركوا هذا الفيديو مع الناس وأن تضغطوا على زر لايك وأن تشاركوا مع الناس كتر كي يدخلوا الناس جدد ليقرأوا معانا سورة البقرة إن شاء الله لشفاء من جميع الأمراض إن شاء الله يوم السبت إلى اللقاء ومع السلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر